اشتركوا في القناة وقال رئيس المجلس الاوروبي شرل ميشيل في كلمة القهة امام البرلمان الاوروبي ان الحزمة الجديدة تشمل حضر استراد الفحم غير ان الاجراءات المتعلقة بالنفط وحتى الغاز ستكون ضروري ايضا عاجلا ام اجلا على حد قولها جهة اخرى قالت رئيسة المفوضية الاوروبية ورسولة فوندرلاين ثلاثين الاتحاد الاوروبي يقترح حضر دخول معظم السفن والشحنة الروسية ووردات الفحم الروسية الى الكتلة الحزمة الجديدة تشمل حضر استراد الفحم واعتقد سيداتي وسادتي ان الاجراءات المتعلقة بالنفط وحتى الغاز ستكون ضرورية ايضا عاجلا ام اجلا هذا ومشان الحضر الاوروبية على وردات الفحم الروسية ان يفقد موسكو ارادات سنوية باكثر من اربعة ملايير دولار تمثل صدرات البلاد من الوقود الاسود نحو اوروبا في حين ستكون بولندا ودول البلطيق الثلاث اكثر المتضررين من قرار الاتحاد الاوروبي توسيع حقوبته لتطل الفحم الروسية في حسابة الربح والخسارة والضوء الحضر الاوروبي للفحم الروسي ستكون بولندا الاكثر تضرورا باعتبار اكبر دولة اوروبية اعتمادا على المورد الطاقوي الاكثر تلويثا في انتاج الكهرباء بنسبة تصل 70% في وقت تسعى لزيادة استهلاكها من الغاز بنحو النصف ليصل 30 مليون متر مكعب سنويا بولندا لن تكون الخاسر الوحيد في حال فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات على قطاع الطاقة الروسي فكل من لتوانيا بولغاريا سلوفاكيا فيلندا وجمهورية التشيك ستعاني اكثر من غيرها في هذه الحالة وقد تحتاج الى تضامن اوروبي لضمان الحد الادنى من حاجيتها الطاقوية فرنسا وبنسبة اقل كونها تستورد اقل من غيرها من موارد الطاقة الروسية ويرتقب ان يترجع ناتجها المحلي الاجمالي بين 15 نقطة مئوية الى 13 مئوية بحسب قدرته على ايجاد بدائل للمنتجات التي تشتريها حاليا من روسيا اكبر اقتصادات القارة العجوز المانيا التي تمثل صادرات الفحم الروسي حوالي 50% من وارداتها تمتنع حتى الان عن فرض حضر على قطاع الطاقة الروسي وقد يترجع ناتجها الاجمالي المحلي بين 13 مئوية الى 3% مستوى يصفه الخبراء بالمعتدل غير ان فرض رسوم جمهوركية على موارد الطاقة بنسبة 40% سيكون اكثر فاعلية من فرض حضر صارم ما يهدد روسيا بفقدان 4 ملاير يورو سنويا رغم الحضر الاوروبي الى ان الفحم تمكن من ازاحة الغاز لغلاء اسعار هذا الاخير بعد عقدين من طموحات العالم لاسقاطه من المشهد الطاقوي في ظل مساعي القارة العجوز لاجاد بدائل عن امدادة الطاقة الروسية باي ثمن حتى ان كان ذلك على حساب التخلي عن الثورة الخضراء في شان المتصل ارتفعت سعر الفحمة في الولايات المتحدة الى اكثر من 100 دولار للطن لاول مرة منذ 13 عاما ارتفع سعر الفحمة من مناجم شمال شرق الولايات المتحدة الامريكية ب19 مئوية الى 206 دولارات للطن مسجلا اعلى مستوى للسعر منذ اواخر 2008 هذا وقدرت دراسة اوروبية خسير القارة العجوز جراء حظر واردات الطاقة باكثر من 150 مليار يورو سنويا واراء الاقتصاديون الارباح الذين اعضوا الدراسة برعاية مجلس التحليل الاقتصادي الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية ان منع صراد الطاقة من روسيا سيؤدي لتراجع الناتج المحلي الاجمالي في القارة بنحو 13 مئوية وخسارة 100 يورو لكل اوروبي بالغة تدرس الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي ومجموعة الدول السبعة مجموعة جديدة من الحقوبات على روسيا بما فيها حضر امريكي على الاستثمار في البلاد وافدت وكلة بلومبرغ نقلا عن مسئول امريكي واصفته بالمطلع ان الولايات المتحدة ستمنع اعتبارا من الاربعة وبالتنسيق مع مجموعة السبعة والاتحاد الاوروبي كل الاستثمارات الجديدة في روسيا ضمن حزمة جديدة من العقوبات تتضمن توسيع دوابط التصدير على التقنيات المستخدمة في قطاع الدفاع الروسي وصناعات الرئيسية الاخرى وفرض قيود على مباعات المعدات التي يمكن استخدامها لتسييل الغاز الطبيعية كشفت وزيرة الخارجية البريطانية ليست راسا عن تجميد اصول بنحو 350 مليار دولار ردا على العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا تراسا خلال زيارة الورسو ثلاثة اكدت ان بلادها تدفع نحو توسيع الحقوبات المفروضة على موسكو لتشمل قطاع الطاقة سنعلن هذا الاسبوع اننا جمدنا اكثر من 350 مليار دولار من صندوق حرب بوتين مما جعل اكثر من 60% من احتياطي النقد الاجنبي للنظام البالغ 604 ملايير دولار غير متاح عقوباتنا المنسقة تعيد الاقتصاد الروسي الى الحقبة السوفياتية هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتخاذ اجراءات انتقامية في حال تأميم شركات روسية في الغرب بوتين وخلال كلمتنا القاها في اجتماع حكومي عقد لبحث المسائل المتعلقة بمجمع الصناعات الزراعية والغذائية في روسيا وصف التأميم المحتمل لأصول روسيا في الخارج بالسلاح ذي الحدين وذلك في عقب اعلان المانيات أميم فرح لمجموعة غازبروم روسيا العملاقة الوضع في قطاع الطاقة يتدهور نتيجة الاجراءة الوقحة غير السوقية بما في ذلك الضغط الاداري على شركتنا غازبروم في بعض الدول الاوروبية نشهد محاولة أخرى من جانب شركائنا لتحويل أخطائهم في مجال الاقتصاد والطاقة إلى روسيا وحل القضايا والمشاكل الناشئة في هذا الصدد مرة أخرى على حسابنا سيف ذو حدين لذلك سوف نذهب بعيدا لا ينبغي لأحد أن ينسى أن هذا سلاح ذو حدين أكد وزير الخارجية المجارية بيتر زيجارتو بأن بلاده تعمل على حل تقني لقضية سدد ثمن الغاز الروسي بالروبل وفي معتمر صحفي مشترك بعض محادثات مع نظره الصربية ذكر زيجارتو أن بوتابيست ستفي بالتزاماتها بالدفع لشركة غاسبروم في نهاية ماي المقبل وقبل المتجر لم تستبعد سلوفاكيا سدد ثمن الغاز الطبيعي الروسي بالروبل أعلنت روسيا الأربعاء تسديد سندات جنبية مقومة بالدولار مقابل الروبل بعدما رفض مصرف مراسل إتمام أوامر الدفع وذكرت توزارة المالية في بيان أنها طرت إلى تسديد مبلغ قدره ستمائة وتسعة أربعون مليون دولار لدائنين أجانب الروبل في ضربة جديدة لمحاولات روسيا تجنب التخلف عن سداد ديونها السيادية في ظل الحقوبات الاقتصادية واسعة نطاق التي فرضت عليها وتمكنت روسيا التي لديها إجمالا خمسة عشر سند دوليا مستحقا تبلغ قيمةها الإسمية نحو أربعين مليار دولار من تجنب التخلف عن تسديد ديونها الدولية حتى الآن رغم عقوبات الدول الغربية غير المسبوعة سجل دولار الأمريكي أعلى مستوى له في حوالي عامين ثلاثة مدعوما بي توقعات للوجوء مجلس الاحتياطي الاتحادي لتقليص سريعا سريعا للميزانية العمومية المتضخمة وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة إلى تسعة وتستغين فاصل اتنين وخمسين مسجلا أعلى مستوى له منذ أواخر مايي الفين وعشرين إلى تونس الآن حيث ارتفع معدل التدخم السنوية في الأسواق المحلية خلال مارس الماضي بنسبة سبعة فاصل اتنين في المئة أعلن المعهد الوطني للاحظة في تونس سنتدخم سنويا المسجل في البلاد الشهر الماضي صعد من سبعة في المئة كانت مسجلة في فيفري السابق له وستة فاصل سبعة في المئة جونفي المنصرم وتعاني تونس من ندرة نسبية في السلع والمنتجات الغذائية أبرزها الدقيق والزيوت والأرز والخبز ما دفع المحل التجاري الكبرى إلى تحديد الكميات الممنوحة من تلك السلع للأفراد لهنا مشاهدين نكونوا قد وصلنا إلى ختام هذا الموعد الاقتصادي نشكركم على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة